الرئيس هادي يدعو سفراء دول مجموعة العشرين إلى دعم تنفيذ اتفاق الرياض مضى أكثر من ثلاثة أعوام على آخر لقاء أجراه الرئيس مع هؤلاء السفراء الذين تعنا دولهم بدعم المبادرة الخليجية وترعى عمرية السلام في البلاد خلال حديثه مع السفراء استمر الرئيس هادي في الثناء على دور السعودي في التوصل إلى اتفاق الرياض الاتفاق الذي تم من خلاله وفقا للرئيس تغليب مصلحة اليمن على ما عداها وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعية الثلاث الرئيس هادي علق الآمال العراض على هذا الاتفاق الذي قال إنه يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية وسط تأكيد لافت من الرئيس بأن الأولوية الكبيرة ستنصب خلال المرحلة المقبلة على مكافحة الإرهاب لكن الرئيس أبقى تفاؤله في نجاح الاتفاق معلقا بالمملكة وبجدية قادتها وحرصهم على تنفيذه بما يشكله اتفاق الرياض من فرصة كبيرة لإنجاز سلام شامل يقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعة الإرهابية الرئيس دع السفراء إلى إعادة فتح لممثليات دبلوماسية لبلدانهم في العاصمة السياسية المؤقتة عدن دعوة لم تنسبها الوكالة إلى الرئيس مباشرة لكنها نسبتها إلى السفراء أنفسهم وفيما كان الرئيس يبدي تفاؤله باتفاق الرياض الذي لم يختبر بعد على الأرض الواقع كان يندب الحظ بشأن فشل تفاهم السكهلم التي مر عليها عام كامل دون تحقيق تقدم يذكر ما يتطلب وفقا للرئيس مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق وفي الرياض أيضا كان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد رفقة السفير السعودي النافذ في اليمن محمد سعيد الجابر يافتت حان ورشة عمل حول مستقبل التنمية والإعمار في اليمن والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة وفي الورشة شدد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون اتفاق الرياض مدخلا لجعل المناطق المحررة نموذجا للإستهار الاقتصادي والتنموي لأن ذلك يمثل أحد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن وفقا لرئيس الوزراء فهل سيرى اليمنيون حلم رئيس وزرائهم يتحقق هذه المرة؟ اشتركوا في القناة